في يوم دخل الكاتب الكبير أنيس منصور على السادات فلقى غضبان جداً وقال له أن بيجن رئيس وزراء إسرائيل باعت برقية وبيشتك فيها من الشيخ الشعراوي لأنه عمال ينتقد اليهود بمناسبة وغير مناسبة خصوصاً في آخر حلقتين واللي ده هيأثر على مصار السلام بين مصر وتل قبيب فالسادات طلب من أنيس منصور يطلع على مسبيره ويسمع آخر حلقتين للشيخ الشعراوي بنفسه عشان يتأكد إذا كانت الشك ودي حقيقية ولا لأ عمنا أنيس منصور رجع للسادات وقال له الحلقتين ما فيهمش أي حاجة يا ريس والشيخ كان بيتكلم بمنتهى الحكمة السادات قال له طيب أنا هعرف شغلي مع بيجن كويس لأنه زودها وبقى يحشر نفسه في اللي مالوش فيه وفي يوم استقبل السادات تقرير من بطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بيرصد فيه خطبة لوزير التعليم في تل قبيب بيطالب بحسف الآيات اللي بتنتقد اليهود في القرآن الكريم واللي عمر ما هيبقى فيه سلام بين مصر وتل قبيب إلا لو الآيات دي اتحزفت وهنا كلم السادات الأستاذ أنيس منصور وطلب منه يسافر تل قبيب ويقابن بيجن بنفسه ويبلغوا برسالة وهي إنه لو ما بطلش يهاجم الشيخ الشعراوي هينشر خطبة وزير التعليم في الإعلام ويبقى يستحمل بقى رد فعل المسلمين اللي هيسمعوا الكلام ده بيجن سمع الكلام ده اتخض كده وقال له خلاص وإن الرسالة وصلت وبعد الهجوم الشارس ده على الشعراوي الشعراوي رد ساعتها إنه مش هيسكت لإنه مش بيسيء لحد وبيفسر القرآن وبس لكن بالرغم من كده كان برضو فيه اللي بيهاجم الشعراوي من بلده في كتاب الشعراوي الذي لا نعرفه لسعيد أبو العنين بيحكي إن الشعراوي كان قاعد مع صديقه سيد جلال عضو مجلس النواب وبيحكي له حكاية مهمة جدا وهي إن عثمان أحمد عثمان قال له إنه كان قاعد مع السداد وفؤاد محي الدين نائب رئيس الوزراء وقتها وكانوا بيتكلموا عن اللي ممكن يمسك منصب شيخ الأزهر والشعراوي اسمه الطرح والسداد كان متحمس جدا ليه لكن فؤاد محي الدين قال له إنه عرض الكلام ده على الشيخ الشعراوي لكنه رفض الشعراوي لما عارف الحكاية دي اتصدم وقال له أنا محدش عرض علي حاجة سيد جلال استغرب من الكلام ده ولما قابل محي الدين سأله إزاي تقول كده للرئيس والكلام ده ما حصلش رد عليه وقال له لازم أقول كده الشعراوي عنده شعبية كبيرة ما نقدرش عليها ولازم واحد نقدر عليه ساعة اللزوم وبعدين الشعراوي مش بتاع مناصب إنت بقى يا ترى شايف إيه لو كان الشعراوي مسك شيخ الأزهر